السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب كابل حال طيبين حياكم الله في مقطع جديد وهذا المقطع ان شاء الله راح نتحدث عن مهمة الستمائة واربعين دولار ستمائة واربعين دولار يعتبر شيء كبير في لعبة ريد ديد اون لاين طبعا هذا القلتش اوكي مثل ما يقولوا انه قريب من مهمة المليون في جراند الحين شو اللي نحتاج نحتاج فقط التاجر حلو نحتاج التاجر ونحتاج نشتري العربة الكبيرة اللي موجودة عند التاجر فانت مقرد ما تشتري العربة الميديم او المتوسطة راح تفتح لك العربة الكبيرة اللي هي البيك المهم راح نحتاج اكثر من شخص يكونوا موجودين في المهمة المهمة هذي انك انت راح تقمع بضاعة للتاجر طبعا راح تجيب حيوانات وتملي الحيوانات فل بعد ما تملي الحيوانات في نفس الوقت هو راح يطلب منك سبلاير تجيب له اغراض عربات فيها اغراض عن طريق اشخاص موجودين او انك تدفع 20 دولار ولكن راح ياخذ وقت مثل موضوع البانكر في جراند حلو؟ بعد ما تكون العربة موجودة عندك ويمتلأ السبلاير طبعا هو يفضل يكون فوق الخمسين يا بداية اذا حبيت انك تمتل مهمة او انك تقمع مية بالمية طبعا العربات راح تفتح على لفل لفل 10 حلو؟ اوكي الحين المطلوب المطلوب انك تكون مستعد مع احد من الربع طبعا هنا انت اللي راح تعطي ربعك فلوس وانت ما راح تحصل على اي شي الموضوع هو موضوع تبادل او مساعدة هذا الشي يرجع للشخص نفسه تمام؟ ومن ضمن النصايح في حالة انت وصلت موقع توصيل العربة الحين هنا راح يكون في عندك شيئين يا انك راح تحصل عصابة يا انك ما راح تحصل عصابة راح تحصل اللي هو اللي يستقبل العصابة موجود في النقطة الصفراء الحين في حالة موجود عصابة شو تعمل؟ انت كصاحب المهمة وتريد تعطي ربعك يتوصل العربة للنقطة الصفراء وعلى طول تطلع لما يطلع لك هذا بيطلع لك حرف تيك صح بالازرق على طول تعمل اغلاق التطبيق في حال طبعا ربعك راح ربعك او ربيعك كما كان عددهم يعني راح يكونوا في المنطقة وراح يقاتلوا العصابة اللي موجودة هناك يعني يساعدوا صاحب اللي راح يستلم البضاعة فاتقاتلهم بعد نهاية القتال راح يحصلهم على تقريبا 2000 اكس بي وعلى حسب المبلغ اللي انت جمعته في التاجر طبعا اقصى مبلغ اللي هو للمسافات الطويلة ستمية واربعين تقريبا او ستمية وعشرين اما المسافات القصيرة ممكن راح يكون خمسمية اذا كان البضاعة مالك فل تقريبا المهم هنا راح تحصل هذه الاشياء طبعا اللي بل مالك راح يرتفع للنص يعني على كل لعبتين راح ترفع اللي بل على طول بدون اي كلام وراح تحصل اكس بي حق التاجر وحق اللعبة المهم هنا لما تكون انت العصابة موجودة على طول توصلها للنقطة الصفراء وانت تعمل اغلاق التطبيق وربعك يقاتلوا لحد نهاية المعركة وراح ان يحصلوا الفلوس اما في حالة اذا انت وصلتها وما في طلق نار يعني ما في عصابة بتكون النقطة الصفراء موجودة والشخص اللي يستلم البضاعة موجود على طول وصل البضاعة في النقطة الصفراء وعمل اغلاق التطبيق على طول بتطلع لك التيك الازرق لما يطلع التيك الازرق يكون انت خلاص طلعت من اللعبة كده راح انت واش بضاعتك راح اتضل مكانها وتعيد الاف المرات وتوزع فلوس على ما انت تريد وهذا طبعا انتفق عليك انت وربعك هل هي عملية تبادل او عملية دعم من ذات نفسك الملاحظة الثانية هي في حال انك انت تعرف الهجوم من اشخاص من الان حاول انك تعيد اللعبة اعمل اغلاق تطبيق وعيد اللعبة من جديد انه اذا عندك في الان اشخاص هقموا عليك وما قدرت انك تقضي عليهم يبتعدوا عنك تأكد انك راح تخسر البضاعة او اي مشكلة اغلق التطبيق عشان البضاعة الظل مثل ما هي اغلق التطبيق في اي مشكلة تحدث اغلق التطبيق عشان تعيد المهمة وتستفيد طبعا مثل ما تكلمنا الحين نبدأ اللعبة كان شرح واتمنى انه يكون شرح واضح اي استفسار خبروني في المهم هذا البضاعة مية بالمية وعندي ستمية سمية للمسافات القصيرة طبعا راح يتغير الرقم بعد ما تحط الخيار على الصندوق او البرمية طبعا كالعادة ناخذ محاضرات عند لا تنسى العربات تشتريها عن طريق حلو وفي عربة تقدر تشتريها عن طريق عن طريق اللي هي اعتقد قيمتها يمكن مية وخمسين طبعا الاهم العربات اللي عند تشتري الميديم بيعطيك اللارج اللي كبيرة المهم كالعادة المهمة تبدأ بعد ما تبدأ المهمة حلو طبعا صاحبنا لقود العربة طبعا عندي مقطعين مدموقات نفس الوقت ذكي الشرح فقط تبدأ المهمة على طول تنطلق الى النقطة المحددة النصائح نصائح كالآتي عيد كرارها من جديد لازم تهتم وتراقب المكان عن طريق الخارطة وتشوف اي هجوم يجيك لازم تقضي على الهجوم عن طريق طبعا الانلاين اما عن طريق الكمبيوتر قليل قدا ما يجيك هجوم طبعا تقضي عليهم مرة واحدة وما سيجيك اما الانلاين سيجيك يحاول يسلق البضاعة منك فحاول تقضي عليهم تقضي ما قدرت تقضي عليهم على طول مثل ما خبرتكم اعمل اغلاق التطبيق البضاعة ستكون مثل ما هي ويعيد اللعبة وانت مرتاح طبعا سرعنا المقطع اوكي الحين احنا وصلنا النقطة نفس الكلام اوكي الحين طبعا انا المستفيد اوكي انا المستفيد وانا رح اعبر بالعربة للنقطة الصفراء ليش عشان ما في عصابة عشان على طول اول ما اوصل هنا اعطي ربيعي انذار وقول له اطلع شوف التيك الازرق اطلع على طول في عصابة خلك مكانك ما في مشكلة هو يوصل العربة وانت تقاتل العصابة وهو يطلع اول ما نشوف التيك الازرق اطلع طبعا هذا الاشياء اللي حصلنا عليها فلوس اكس بي واكس بي تبع التاقر وكل شكرا لكم على حسن المتابعة اتمنى اعكمكم المقطع اي استفسار خبروني في الكومنت حياكم الله اشتركوا في القناة